المقاومة الجزائية ضد الاحتلال الفرنسي الجزء الثاني ويتناول الفترة ما بين 1830 و 1835 بعد احتلاله للجزائر العاصمة ظل الجيش الفرنسي لغاية نهاية سنة 1830 حبيس مواقعه وراء أسوار هذه المدينة لا يجرؤ أفراده على المغامرة خارجها ويتعرض باستمرار لهجمات المقاومة التي كثيرا ما كانت تنتهي إما بمقتل أو جرح أو اختطاف عدد من جنوده وكانت أول محاولة لتوسيع الاحتلال خارج مدينة الجزائر في 22 جوليا 1830 عندما جهز الجيش الفرنسي حملة عسكرية بقوة ألف مسلح نحو البوليدة بقيادة الجنرال أوريل ورافقها الماريشال دوبورمون نفسه وأثناء اقترابه من المدينة وجد فرسان ومشات المقاومة في انتظاره ولم يترددوا في مهاجمته ولما رأى دوبورمون أن كل سكان البوليدة والقبائل المجاورة لها مصممون على مقاومة جيشه غادر المدينة راجعا إلى الجزائر ومخلفا 15 قتيرا و43 جريحا وبمعنويات منهارة أما المحاولة الثانية فكان في 24 جوليا 1830 عندما أرسل دوبورمون عدة سفن حربية بقيادة ابنه لويس دوبورمون إلى وهران تحتل مدينة وهران موقعا استراتيجيا على السحل الغربي لجزائر نظرا لقربها من اسبانيا ومضيق جبل طارق ضربت القوات الفرنسية حصارا على ميناء المدينة وتمكنت كتيبة منها من احتلال قلعة المرسى الكبير التي لم يكن بها إلا عدد قليل من الجنود الأتراك وسرعان ما غادروا المكان تعرضت الحامية الفرنسية في المرسى الكبير للمقاومة فأرسل دوبورمون قوات أخرى لدعمها وصلت يوم ستة أوت ولكن الجيش الفرنسي في وهران تلقى أمرا مفاجئا بالانسحاب والعودة إلى الجزائر سارع الباي حسن حاكم الإقليم الوهراني إلى طلب الحماية من الجيش الفرنسي لأنه كان على علاقات متوطرة مع سكان إقليمه ثم تلقى دوبورمون الأمر من حكومته باحتلال مدينة عنبا نظرا لموقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي لجزائر وفي 25 جوليا 1830 تحركت السفن الحربية من الجزائر باتجاه عنبا بقيادة الجنرال دامريمون وفي 2 أوت تمكنت القوات الفرنسية من النزول إلى الساحل ودخول المدينة وابتداء من يوم 4 أوت بدأ رجال المقاومة في التجمع وهاجموا الغزاة من جميع الجهات ازداد عنف المقاومة أيام 6 و 7 أوت عندما ازداد عدد المتطوعين الذين توافدوا من كل الأقاليم وخاصة من منطقة القالة وتمكن المقاومون من الوصول إلى خنادق الجيش الفرنسي وفي 18 أوت تلقى الجنرال دامريمون أمر الانسحاب من المدينة وبعدما أطاحت ثورة تجويلية 1830 بالملك شارل العاشر في فرنسا قررت الحكومة الفرنسية الجديدة عزل دوبونون الذي غادر الجزائر في 3 سبتمبر نحو إسبانيا ثم إنجلترا واستلم الجنرال كلوزيل قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر لم يكن الجنرال كلوزيل مطمئن لهذا الوضع الذي آل إليه الاحتلال الفرنسي في الجزائر وكان يحسب ألف حساب لمنطقة التطري وقائدها الباي مصطفى بومزراد لذلك استنفر حملة عسكرية بقوة ثمانية ألف مسلح قادها بنفسه نحو مدينة المدية وفي 17 نظومر 1830 انطلقت هذه الحملة من الجزائر وخيمت في بوفاريك بعد يوم من السير ثم وصلت زحفها مرورا بالبوليدة وجد الجيش الفرنسي المقاومة قد استفت عندما داخل هذه المدينة لمواجهته في معركة غير متكافئة وانتقم كلوزيل من سكان المدينة فأحرق مزارعهم وصادر مواشيهم وأعدم العشرات منهم وفي 20 نظومر ترك كتيبتين في البوليدة لتأمين طريق العودة إلى الجزائر وتوجه نحو المدينة وقرر كلوزيل المرور بثنيت موزايا وفي هذا الممر الضيق بين جبال الأطلس البوليدي كان مصطفى بومزراد على رأس جيش يتكون من ستة ألاف مجاهد يراقب تحركات جيش الاحتلال وفي هذا المكان دارت المعركة التي دامت حتى غروب الشمس وكلفت الغزاة مئتان بين قتيل وجريح من بينهم سبعة ضباط وفي 22 نوفمبر دخل الجيش الفرنسي مدينة المدية وعين كلوزيل مصطفى بن عمر حاكما جديدا للمدينة ورجع إلى العاصمة وعلم عند وصوله إلى البوليدة أن الحامية التي تركها في هذه المدينة قد تعرضت لهجوم المقاومة التي قادها بن زعمون فأمر كل أفرادها بالانسحاب كما تعرضت الفرقة العسكرية التي تركها كلوزيل في المدية أيام 27 و28 و29 نوفمبر لهجوم عنيف من قبل رجال المقاومة مما اضطر الجيش الفرنسي إلى سحب كل قواته من التطري في 4 يناير 1831 واتفق كلوزيل مع بيت تونس في صفقة غريبة على أن يتولى هذا الأخير الإشراف على تسيري شؤون الإقليم الوهراني ويدفع مقابل ذلك للفرنسيين مليون فرنك سنويا إلا أن هذه الصفقة رفضتها الحكومة الفرنسية وبعد انسحاب الفرق التونسية من وهران وجه كلوزيل قوة على رأسها الجنرال دامريمون احتلت المرسى الكبير في 13 ديسمبر 1830 ثم احتلت باقي المناطق في وهران في 4 يناير 1831 وأسندت إدارة المدينة إلى الجنرال بوايي وما كادت القوات الفرنسية تأخذ مواقعها في وهران والمرسى الكبير حتى هاجمتها المقاومة الشعبية ولم تتمكن من صد هذه الهاجمات إلا بالقصف المدفع العنيف ضربت قبائل الدوائر والزمالة والغرابة حصارا على المدينة ومنعت الجيش الفرنسي من التزود بالمواد الضرورية وحاول الجنرال بوايي التفاوض مع هذه القبائل لكن دون جدوى فشن ضدها عدة هجمات لإرغامها على توفير ما يحتاج إليه من مواد التموين وردت المقاومة على ذلك بهجمات عديدة منها التي قادها الشيخ موحي الدين في معركة خنق النطح الأولى في 29 ماي 1832 والثانية كانت بقيادة ابنه الأمير عبد القادر في أربع جوان من نفس السنة أما في مستغانم فتمكن الاحتلال فرنسي من استمالة فئة الأتراك وخصص لأفرادها مرتبات شهرية فأصبحت موالية له وتحت حمايته وفرزيو وجد الاحتلال في قاضي المدينة أحمد بن الطهر مناصرا هاما وبفضل مساعدته تمكن الفرنسيون من تزويد جيوشهم بالقمح والشعير تحت حماية السفن الحربية المرابطة في الميناء وفي 20 أبريل 1831 استدعت الحكومة الفرنسية الجنرال كلوزيل وعينت الجنرال بيرتزان على رأس الجيش الفرنسي في الجزائر وكان على القائد الجديد أن يبدي حزما ضد المقاومة أكثر من سلفه فاستنفر في 25 جوان 1831 قوة عسكرية قوامها 4500 مسلح وتوجه بها نحو الاندية التي وصلها في 29 من نفس الشهر وأثناء مروره بالمضائق الجبلية كان الجيش الفرنسي يتعرض لضربات المقاومة ثم اشتبك مع جماعة منها لم يتجاوز عدد أفرادها 250 فارسا عندما داخل المدينة وتوجه بيرتزان بعد ذلك إلى جبال هوارة التي تجمع فيها المجاهدون ودارت فيها معركة دامت أربع ساعات ولما رأى أن البقاء في المدية محفوف بالمخاطر قرر بيرتزان الانسحاب من المدينة وظلت المقاومة تناوش جيش الاحتلال أثناء انسحابه وقد كلفته هذه الحملة 63 قتيلا و192 جريحا ازداد نشاط المقاومة بعد ذلك في التطري ومتيجة وفي 17 جوليا 1831 نظم بن زعمون هجوما على المزرعة النموذجية وخرج بيرتزان من الجزائر لمواجهته على رأس قوة تتكون من 3000 مسلح وفي خطة محكمة انسحب بن زعمون من مواقعه وبعد انسحاب القوات الفرنسية أعاد الهجوم على مواقع الحراسة للجيش الفرنسي حول العاصمة وفي 13 سبتمبر 1831 وجه جيش الاحتلال سفينتين حربيتين على متنها فرقة من الزواب لاحتلال مدينة عنابة إلا أن إبراهيم الكريتلي باي قسنطين السابق تمكن من احتلال المدينة ولم يتمكن الغزاة من استرجاع مواقعهم واضطروا للانسحاب من عنابة فأضاف بيرتزان فشلا آخر إلى فشله السابق وفي هذه الظروف المضطربة قرر الجنرال بيرتزان الاستقالة من منصبه وعينت الحكومة الفرنسية الدوق دورو فيغو قائدا عاما للقوات الفرنسية في الجزائر وبعد استلام مهمه بدأ القائد الجديد في تأمين الجزائر العاصمة من هجمات المقاومة فأنشأ خطا دفاعيا يمتد من رايس حميدو إلى مصب وادي الحراش مرورا ببوزرعا ودال إبراهيم والقدس ثم المزرعة النموذجية كان دورو فيغو سفاحا لا يتردد في سفك دماء الجزائريين لأدنى شبهة واتهم قبيلة العوفية بقتل مبعوثه فرحات بن سعيد الذين قدموا إلى الجزائر من نواحي بسكرا لتقديم الولاء والطاعة لسلطة الاحتلال وبدون تحقيق في هذه التهمة هاجم دورو فيغو هذه القبيلة ليلة السادس أبريل 1230 وأبذها عن آخرها رغم أن لا أحد من أفرادها كان له علاقة بهذه التهمة أدت هذه الجريمة الشنعاء إلى اشتداد عنف المقاومة التي بدأت تنتظم من جديد وفي أول أكتوبر 1830 خرجت قوتان فرنسيتان من الجزائر الأولى باتجاه بوفاريك والثانية نحو القلعة واشتبكتا مع المقاومين ولم يكتفي دورو فيغو بذلك بل جهز حملة أخرى ضد البوليدا في الثلاثين من شهر أكتوبر وعاث في المدينة فسادا وتدميرا انتقاما من السكان أما في الشرق الجزائري فضرب الحاج أحمد باي حصارا على عنابة التي يحتلها إبراهيم كريتلي والذي طلب مساعدة الفرنسيين أرسل دورو فيغو قوات إلى عنابة بقيادة دارموندي لمساعدة المحاصرين فعدو الأمس أصبح حليفا اليوم ولكن قوات الحاج أحمد باي تمكنت في 5 مارس 1833 من الدخول إلى المدينة ولم يتمكن الفرنسيون من صد هذا الهجوم إلا بعد أن وصلتهم قوات إضافية من الجزائر وقوات أخرى تضم 3000 مسلح من فرنسا وفي 4 مارس 1833 تخلى دورو فيغو عن قيادة الجيش بسبب المرض وتولى هذا المنصب بالنيابة عنه الجنرال أبيزار الذي حاول إصلاح ما أفسده سلفه فأنشأ المكتب العربي وعين لامورسيار مشرفا عليه وفي 20 أبريل 1833 تم تعيين الجنرال فورول على رأس الجيش الفرنسي في الجزائر وعلمت الحكومة الفرنسية أن أحمد باي يتقدم على رأس قوة كبيرة نحو بيجاية فقررت على عجل استنفار حملة عسكرية انطلقت من ميناء طولون بفرنسا بقيادة الجنرال تريزيل تتكون من تسع سفن حربية وصلت إلى بيجاية في 29 من سنة 1833 قصفت المقاومة بالمدافع السفن الحربية قبل إنزال المشات إلى الساحل وتمكنت القوات الفرنسية من النزول إلى البر فهاجمتها المقاومة واستمرت المعارك لمدة أربعة أيام ولم يتمكن الغزاة من احتلال المدينة إلا بعد وصول قوات مساندة من الجزائر العاصمة وبخسائر كبيرة وأصيب قائد الحملة الجنرال تريزيل بجروح خطيرة نقل على إطرها إلى الجزائر بعد توليه مهمة تسير شؤون مدينة وهران مارس الجنرال بوي سياسة قمعية ضد السكان فنزح معظمهم خارج المدينة وتوالت هجمات المقاومة ضد القوات الفرنسية التي ظلت محاصرة داخل أسوار المدينة وأدركت الحكومة الفرنسية خطورة الوضع فاستدعت الجنرال بوي وعينت الجنرال ديميشيل قائدا لقواتها في وهران في 23 أبريل 1833 حاول القائد الجديد فك الحصار المضروب على قوته وجهز جيشا من ألفين مسلح وهاجم قبيلة الغرابة في 7 ماي 1833 واستولى على ماشيتها كان الأمير عبدالقادر يراقب هذا العمل الافتزازي فتوجه بجيشه من معسكر إلى وهران والتقى بقوات ديميشيل في منطقة الكرمة التي دارت فيها معركة عنيفة بين الطرفين ذامت طوال النهار ولم يتمكن الفرنسيون من الانسحاب إلا تحت جنح الظلام ومن أجل تضييق الحصار على المحتل قاد الأمير عبدالقادر هجوما على مدينة إرزيو واعتقل القاضي أحمد بن الطهر الذي كان يتعاون مع الفرنسيين ونقله إلى معسكر لذلك لم يجد ديميشيل وسيلة أخرى لتموين قوته إلا باحتلال ميناء إرزيو في 4 جوليا 1833 ثم مدينة مستغانم في الثامن والعشرين من نفس الشهر وكرد فعلي مباشر على هذه الخطوة انتقل الأمير عبدالقادر بقوته إلى مستغانم وضرب عليها حصارا لم يرفعه إلا بعد نفاذ ذخيرته ولما وجد ديميشيل نفسه محاصرا في كل مكان وما ورده تنضب والجوع على وشك القضاء على جنوده رأى أنه لم يبقى أمامه سوى أحد الحلين إما الانسحاب أو السلام وفضل طلب السلام من الأمير عبدالقادر فكانت معاهدة ديميشيل التي وقعها طرفان في 26 فبراير 1834 واعتبر الأمير عبدالقادر هذه المعاهدة انتصارا له كيف لا وهو الذي أرغم أدوه على طلب السلام وفرض شروطه ولم يدفع أي تاجزية وأجبر الفرنسيين على الاعتراف بدولته في 22 جولياء 1834 أحدثت الحكومة الفرنسية منصبا جديدا في الجزائر وهو منصب الحاكم العام واختارت لهذا المنصب الكونت ديرلون أول إجراء اتخذه ديرلون هو إنشاء مركز عسكري قرب بوفاريك بهدف توفير الأمن للمعمرين الأوروبيين في سهل متجا والإجراء الثاني هو إلغاء المكتب العربي وعوضه بمنصب الآغة يتوله ضابط من الجيش الفرنسي أما الإجراء الثالث فكان تلك الحملة العسكرية التي جهزها ضد قبائل حجوط وموزايا وكان أكبر خطأ ارتكبه ديرلون لأن هذه القبائل ردت على هذه الحملة بهجوم واسع شنته ضد المراكز العسكرية والمدنية الفرنسية مما أدى إلى هروب المعمرين الأوروبيين من منطقة متجا وفي هذه الأثناء كان الأمير عبد القادر الذي لم يتجاوز سنه الثامنة والعشرين سنة نفوذه يتسع أكثر فأكثر فبعد إخضاعه القبائل المتمردة على سلطته في الإقليم الوهراني وسهل شلف توجه إلى تليمسان وكان سكانها منقسمين إلى فئتين فئة الأتراك والكراغلة وقد احتلوا قلعة المشور وفئة العرب وهي الغالبية ويتزعمها محمد بن نونة وقد تمكن الأمير عبد القادر من التغلب عليه وتوجه بعد ذلك إلى مليانة التي استقبله سكانها بترحاب كبير وعين عليها وعلى قبائل حجوط وبني خليل خليفة له ثم زحف على المدية التي أعلن الحاج موسى الدرقاوي نفسه باين عليها فهزمه في أبريل 1335 وعين محمد بن عيسى البركاني خليفة له عليها وأصبحت بذلك دولة الأمير عبد القادر تمتد من تلمسان غربا إلى التطري ومتيجة شرقا ثم استدعت الحكومة الفرنسية الجنرال ديميشال وعينت مكانه الجنرال تريزيل قائدا للجيش الفرنسي في وهران ورغم أن معاهدة ديميشال تضمن وصول مواد التموين الضرورية للجيش الفرنسي عن طريق حرية التجارة إلا أن الجنرال تريزيل لم يكتفي بذلك وأغار جنوده على قبيلة بني هاشم الغرابة من أجل الحصول على القمح والشاعير أرسل الأمير عبد القادر حامية تتكون من ألفي فارس تمركزت عند نهر سيك من أجل حماية هذه القبيلة فقرر تريزيل في 26 جوان 1835 الخروج بقوة تضم 5000 مسلح من وهران وبعد توقف في الكرمة وصل سيره نحو سيك يريد مواقع المقاومة فاصطدم بها في غابة مولاي اسماعيل وبعد معركة ضارية انهزم جيش الاحتلال وبدأ في التراجع مخلفا 52 قتيلا و180 جريحا وعند الغروب خيم تريزيل بجيشه في السهل بالقرب من نهر سيك وفي اليوم التالي بدأ في الانسحاب ولكن الأمير عبد القادر الذي كان يتقدم بسرعة على رأس قوتهم من تلمسان قطع طريق عودة الغزات إلى وهران فغير تريزيل خط سيره نحو رزيو محاولا المرور عبر جبال حميان وفي هذا المكان أحكم الأمير عبد القادر الحصار على الجيش الفرنسي وظهرت المعركة التاريخية وتسمى معركة المقطع في 28 جوان 1835 التي مني فيها الغزات بهزيمة كبيرة خلفوا فيها 800 قتيل باعتراف المراجع الفرنسية ثم وصل تريزيل انسحابه إلى مدينة ترزيو ومنها إلى وهران عن طريق البحر أدت هذه الهزيمة إلى عزل الجنرال تريزيل على الفور وهكذا أدرك الجيش الفرنسي أن احتلال الجزائر لن يكون مجرد نزهة كما كان يعيده بذلك جنرالاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر